هاي كيفكن خلصت تقريبا الاعياد ورجعنا للحلقات الطبيعية بدي اعيد كل ارمى الارتو دوكس وكل يلي بعيده هالأسبوع عيد الميلاد كمان بدي اعيد يلي احتفلوا بالاختاص وقللهم دايم دايم حاسس راح قد الحلقة معايدات هالأسبوع لفتنا اسام الغرادي اللي بيستعملوها الصبايا بالميك اوب دايمكم هلا اكيد نصر راح قولون غلط فما تعتبوا علي انه صراحة يعني يعني شو بدأ لكم هاي تنبلش يالله فاونديشن كونسيلر كونتور كونتور رينج كونتور هايلايتر اي شادو غليتر شمر آيلاينر برايمر بلات فيكس بلاس بصيروا تجيبوهم بشرفكم لوس باودر كومباكت باودر سكراب لوشن موسترايز كوريكتر بلاشر برونزر ليب بلاينر بلمش تونر ليب بالم اكلادور بيوتي بلايندر لانسز هايدي ما خصب هايدي بس انه يالله لانسز لاشز جلو سانسكرين اس بي اف هاي طبعا الوقاية من من اشعة الشمس لبستيك ليب جلوس براشز ديب لاينر وبزيادة بعد هايدي بس بدأ اعرف عن جابش عارفكم كيف حافظينه شو هالسنة هايدي شو هالسنة هايدي باين من اول عاطلي انا رأيي بلش نتمنى انه الفان وخمسة وعشرين تكون احسن مش معقول بلشنا بزلزال باليابان اغتيال وتفجير بلبنان انه معقول يهول كلهم يعني بعدنا باول يومان ثلاثة من السنة شو نطرنا الله يسطر نخرج ينعاد عليك ينعاد عليك ساكتير اشه هالاصبوعين ايه وانا ساكت 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 كرمال الاعياد بس راح بجون هلا زهر رياض سلامي نعم اول مرة كانت انه منعرف وينه رياض المطلوب للعدالة والكوة الامنية والقضاء عرفوا وينه بس ما حدا تقرب صوبه نعم زهر رياض بدفن خيه بالكنيسة بكل عين واقحة وانتشرت صورة له من قلب الكنيسة وكل الناس عرفت وينه رياض وينت دفن وينت عايزة الا يلي لازم يعرف غمض عيونه تشوفه نعم طفا خيه لرياض سلامي الله يرحمه طلع رياض يجزر قدام الناس قدام الكاميرات وراعى الكنيسة وتقبل تعازي والكوة الامنية عم تتفرج وعم تحميه من الكوة الامنية يلي بده تعتقله ما بعرف كيف راكبه بس هاي دي الحقيقة بس هاي دي ماشي كمة الوقايحة وين كمة الوقايحة وين انه الكوة الامنية يلي لازم تعتقله ايجي تعزته لك حتى الكضاءات ايجوا عزوه حتى السياسيين يلي بقلولنا انه هن ضده وهن دعمينه اصلا ايجوا عزوه في منهم كرميل ماين عرفوا اتصلوا فيه انه على التليفون لكن انا عزيك على التليفون ملهج لعندك انه يا با شرب المرح يعرف فينا ها يا حرام فكرة حركات تقطع علي المهم عرفتوا ليش مددوا لرؤسة الاجهزة الامنية مخرج انت رحت عزات عاب والله عاب عاب عليك عن جد عاب عليك لازم تروح تعزي يعني هلأ ببلدنا تليفزيونات وشارين عبدالوهاب وشركات الانتاج بيعرفوا وين المطلوب للقضاء فضل شاكر والكوة الامنية مبتعرف يعني هلأ كل الناس بتعرف وين رياض سلامة المطلوب للعدالة بس الكوة الامنية مبتعرف نعم هيكصر لبنان نعم هيكصر القضاء بلبنان نعم هيكصرت العدالة بلبنان نعم هيكصرت تنفيذ الانون بلبنان فمن هلأ اطالع من هلأ اطالع كل واحد مطلوب للعدالة يطلع ويرفع راسه ويمشي ويقطع حويش ما بده يرفع راسه لانه اكيد منه عامل اكتر مفضل الشيك العام يرفع راسه لانه اكيد اكيد هاتنان اكيد منه مستولى وسيرق مصريات ناس اكتر مرياض سلامة استولى وعمل يرفع راسه لانه العدالة نهيوها ببلد الانون كمان من الاسبوعين كلكم سمعتوا بخبرية التليفريك نعم صار عطب التليفريك فات اتنين ببعضهم وعلق شه ثلاثين او اربعين شخص بين السماء والارض هلأ لاليوم ما طلع ولا بيان من الشركة المشغلة ولا طلع بيان من مدير عام استثمار التليفريك بوزارة الطاقة ولا بيان رسمي لك ما حدا طلع اعتزار لك ما حدا بس اطلع اعتزار يعتزر من هالناز ياللي عرقوا اربع خمس ساعات مش عارفين مصيره مع الاين بقى السماء والارض بس اعتزار يا جماعة بس اعتزار مش طالبين اكتر بس متل العادة انا بجيب لكم الخبريات الموسوقة وراح اخبركم اش يصار بالتفصيل الخبرية هي انه في اتنين تليفريك كل يوم بيقطعوا من حد بعض كل يوم بيشوفوا بعض كل واحد على مال وعلى حبل واحد طالع واحد نازل واحد طالع واحد نازل ولا مرة لتقوا ايه مقرروا يعطوا بعضوا نطوا على بعضوا نعم واحد نطعت نداني وقال له اعطينا عبوطة شوفوا مش مصدقين نشوفوا ها ايه بابا يا بابا يا بابا يا بابا ما تخافي ما تخافي طينا عبوطة مخرج طينا عبوطة ايدي هي لا في تقصير بالصيانة ولا شي كل القصة قصة اشتياء لبعضهم مش اكتر بس شو اكتشفنا من وراها القصة شو اكتشفنا شو اكتشفنا مخرج قول خبرني لا اكتشفنا انه التليفريك تابع لوزارة الطاقة ايه والله والله التليفريك تابع لوزارة الطاقة لا شو كيف ربكن عليم شو مخرج لانه بيمشوا على الكهرباء يعني والمنطق اذا هاك يعني لازم فانات الركاب يكونوا كمان تابعين لوزارة الطاقة لان بيمشوا على المزوط وعالبنزين باللبنان ما في شي غريب باللبنان شو هي بس وقفت على التليفريك لبنان بلد العجيب انتو بتعرفوا مثلا انه قلعت بعلبك وقلعت شبال وقلعت صور قلعت صيدة وعنجر كل الكلاع والقلعات شو بعرفنا جمعهم بلبنان منهم تابعين لوزارة السياحة تابعين لوزارة السعافة ايه وزارة السعافة اسمعتوا صح مش تابعين لوزارة السياحة كله اللي بنروح الاماكن السياحية عليها تابعين لوزارة السعافة بس مغارت شعيتها تابعين لوزارة السياحة ايه زمتة وبعرف ميش والله مش مزح انا هايد المعلومة عرفتها من كم سنة بعدني الى هلا مش مصدقة كل مرة برجع بسأل الوزير بتأكد منه برك انه غير وزير بقال لي لا يا خي تابع لقلنا ليش وزارة السعافة كمان ربكم عليم هيدا لبنان اخر اختراع اخر اختراع وتنصيب صار كمان هالاسبوعين هو يعني ما بعرف كيف ادي خبركم اياها لانه اصلا ما بعرف اذا رح تستوعبوها او لا يعني انا بعدني لهلا لما كل ما خبرها ضيع فيها مخرج بدك تساعدني تتوصل فكرة متل ما هي اوكي انتو بتعرفوا انه نزلت المئة الف الجديدة عالسوق يلي حجمها حجم الالف ليرة يعني تجي هيك زغطورة امورة نعومة يعني هلأ صارت موجودة بالسوق اوكي لهون تمام في شي غلط شو عملوا الصرافين اكيد مش كلهم بس اوسم منهم شو عملوا شوفوا طبعها جديدة اصبحت متوفرة على سعر صيرفة ثمانة وتمانية الف وخمسمية ثانية صورة اخر ربطة جديدة مسكرة مئة مليون طبعها الالفان واربعة واربعوا بشرح الالثمانة وتمانين الف عجب تبليوا الراحل طيب برحزة ركزوا معي ما فهمتوا شي اكيد ركزوا معي هيدا الصراف بيعطيك المئة الف الجديدة بثمانة وثمانين الف فهمتوا بعد ما فهمتوا يعني بيحسب المئة ألف الجديدة بثمينة وثمين ألف كمان ما فهمتوا طيب يعني بتجيب مئة مليون ليرة طبعة قديمة مئة مئة ألف طبعة قديمة تعطيهم للصرف المئة مليون ليرة بيعطيكيها ثمينة وثمينين مليون شميت مليون لعدنا طبعة جديدة ليش وكيف وشو صار ما حدا فيهم شي لا والأضرب إنه في ناس عم تشتري وبيقلهم بالمسج قال راحت خلص يا راحت راحت يعني يا الناس جنت يا البلد هلقات فارت ما عنا عم نفهم شي كمان هالأسبوعين في محلل سياسة راوكة بالسانو راوكة بالسانو حرام راوكة بالسانو على الهوى مش مزح كانت مقابلة مع وليد عبود وراوكة بالسانو حرام 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 العلع فرد اسم كل المقابل فرد اسم شوفوا جوني مناير جبران بسيل لم يتعلم من أخطائه ولن يتعلم جوني مناير جبران بسيل ليست زكيا وتوصيف الغرب له بالحربوء هو التوصيف الأصاح هيدا بعد ديقة ديقة 46 جوني مناير الرعاية السياسية من حزب الله لجبران بسيل نزعته بالديقة 47 جوني مناير جبران بسيل كان فاشلا في 2023 لكنه لا يتعلم من أخطائه بالضيئة 48 جولي منير وضعية جبران بيزيل داخل الطيار وطن الحر ليست متماسكة بالضيئة 48 هي ورا بعد لزقون ميشيل عون يريد أن يكفل استطارة وأن يبتعد عن شأن العام ولكن حاجة جبران بيزيل إليه تمنعه من التقاعد السياسي صراحة لأله سمحكم بالأو تي بي تاني وره لما ما كنت وصفه حدا تأكده خيره ما بيعلق عفرت كلمة إنه معقولة ما بعرف شو حس وليد عبود صراحة ما بعرف شو حس أنا بطرح وليد عبود كنت خلاحة شلقته كاف وعاولة وعاولة هلا بقلولي كيف تقولوا لا خلص طلعت يلا شو مخرج بركي معك يمكن وليد عبود كان مبسوط كمان عقولي حظل معقولي شوف هيدا الفيديو شوف هيدا الفيديو برجع بعلي يلا مولينا مولينا سمعتم كما أنا سمعت قلو طولي بعمرك مولينا ضابط بكوة الأمن بقلو مولينا ليش؟ 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 ليش هلقاعد وصل التذلف؟ أنتوا ملاحظوا لما عرف الأستاذ أنه ترقى الضابط وعلق نجمة جديدة كيف حمل؟ إنه رجع رجع رجعوا هيك شوفوا بشرفكم رجعوا 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 في الفيديو برشكل رجع siebie لعم صفر هذا الخير برشكل رجع سمعت انتو شوفته هيك وقف هيك حسسني انه تفاجأ هللقت نجمة لا لا مش معقول حسسني انه اول مرة مش هو يعمل له واسطة فاجأ انه هي كيف هللقت تجبه انا مش عاملك واسطة انت شو اسمك لا احنا من هيك انشلح الكاس عن وجه وبيسه خلص انه اذا ترقى مبطل يعدى مبطل يلقت منه شي نجم تام وطلوى خلص مبطلو يعدى او لك اخ انصرنا وسبوع الماضي كمان كان راس السنة وكل التليفزيونات عملوا برامج وربحوا المشاهدين واكيد انتوا حضرتوني معاك شو مش احضم مش احضم واحد كنت بيناتون ما بضبايدوا اجمعي قولولي ضميريا كل التلفزيونات كانوا بيزهقوا مثل كل سنة يعني استضافوا نفس الضيوف نفس الضيوف نفس الضيوف الجديد جابوا ليلة عبداللطي والأم تيفي جابوا ميشيل حايق وعنهم بالأو تيفي جابوا مين ما كيف غالق اموا الال بي سي اموا الال بي سي مين جابوا حذروا هون الكرياتي فيتي تواع الال بي سي جابوا مالكة ايه مالكة مالكة ومش حيالة مالكة شو معرفتم مين مرح تعرفوا مرح تتوقعوا ما يجيبوا شوفوا نحنا وصلنا على اخر ستوب لقلنا مع خجلانة لليوم نسمي فانيا اللي حامل خجلانة وعراسو التاج لانه هي قررنا اليوم انه تكون ملكة على طرقات لبنانية فايزي طلع هيك مزبوط مزبوط حتى نشوف انا وياك شوفي بقلب هيدا البار ياه حجلت حبيبت قلبا ياه حجلت انا لايكي شو حلو رح نضويلك عليها هلأ لايكي يا عيني يا عيني شو بي جاني احنا من حجلتي انا شفت كيدي يعني انت ومين سهرانة اليوم انا ولا حجلين لا حجلين راحت انت ومين سهرانة اليوم خجلين خجلين ما هو ده تغير لي اسمه بعدها مصره ما اسمه حجلين جيبوا بقرة جيبوا بقرة هديوها للمرة بقولوا مش مزح مش مزح صموه خجليني كمان ما بقر فيه خجلين اكتر اني او هي او ما بقر شو هو ديك جيبوا ميشيل حايك ومايك وليلا اللي بسيه جيبوا خجلينة هلأ هو صراحة نفس الشي لا 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 انت فهمتوني غلط مش اصدق نفس الشي نفس الشي اصدق بالحكي انه اثنينتن او اربعتن بيحكوا وما حدا بيفهم عليهم شرفكم فهمتوا الشي على ميشيل ومايك وليلا السنة منيحة مش منيحة شو صاير شو وده يصير ربكم عليهم يلا نطلع بريك بعد البريك ضيفة شاعر ربح ببرنامج اوف ولمع اسمه بين الشعر الجديد وفيه حرب شعرية بينه وبينه ضيفة شاعر شرب الكاملة خليكم معنا مثل ما قلت لكم قبل البريك ضيفة شاعر شاعر يعني اثبت حاله مع انه جديد هو مش شتير جديد يعني بس انه من الجنريشن الجديدة شاعر شرب الكاملة هاي هاي اهلا بصلا فيك حبيبي اخيرا زبطت يعني طل مدن بنجرب بس انه يا انت ما بتصبط يا انا بكون عنده ضيفة بصير شي المهم انه زبطت اي اكيد شرب اشتقنا لك حبيبي قلبي مش شوفه كتير اول شي خف الزجل لا ما خف بالعكس انتم مقصرين لا احنا على العيد كنا مسافرين يعني كنا بابو ضبي وكان عمنا حفلات على العيد وهايك بالمناسبة بحب عيدك وعيد الجمهور واتمنى لك سنة خير خليه وإلك تمامي خلينا نبلشه نعيد شوية الناس يلا بلش هاي من اول افوت يلا كلمة مقص العمر بيشحل سنة بترجع تفرخ غيرها ومنغتني ان شاء الله السنة بتحملكم صحة ومال وحب وسعادي وكل خيرات الدنيا ايوه احعمل انا عندي اخضرلك اخضرلك بيتان تفضل اخضرلك بعد شوية بيجي وقتهم بيجي وقتهم خلينا شوئ بما انه انا بحضرك كتير وابتابعك وبرنامجك هايك فيه هضمنة على كذا فبدي اقول للناس شرب الابو انطون مرفوع الجبين الله وبالشعر شرب الكاملة كعس دين الله يساعدكن على هالشربلين انتو بفرد شربل ما كنتو بخمسة شربل خلينا بنش بالشبال جي بي تي هنالد شبال جي بي تي بحب طلله هو بخبص عن الضرف كنشوش مخبص عنك اليوم يلا يلا شربل كاملة شعر لبناني من موليد كرية جبايل في جنوب لبنان حلو عام 1665 كبرة بدأ كتابة شعر في سن مبكرة واشتهرة بكتابة الزجل لبناني يتميز شعر شربل كاملة بأسلوبه السهل الممتنع ولغته الغنية كما انه يتناول موضوعات متنوعة منها الحب والوطن والطبيعة والسياسة وقد نالى شعره العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان الزجل لبناني 1990 1990 قداش كرامورك مخبص كتير جائزة مهرجان زجل العربي جائزة مهرجان زجل عالمي كمان بالاضافة الى كتابة زجل يكتب شرب الكاملة ايضا شعر العمودي ولا العديد من القصائد في هذا نوع من الشعر تتناول اعمال شرب الكاملة موضوعات متنوعة منها الحب الوطن الطبيعة والسياسة نعم عادي ما تزعل انه هو بخبص مع الكل يعني انت هايني بعد على القليل يعرف لك اسمك بس انه شبال في جنوب لبنان ايه ما هيك انت روك تقول لك في انا هلأ السفيت عبقول لك المظبوط نعم ولد اشرب الياس كاملة في بلدة الشياح كضائب عبدة بالتسعة نيسان ربسا مئة وثنوة وثمين نعم مظبوطة صح اه على بيت مظبوطة هلأ بقل لك منها جايبة عشى طفولاته بين الشياح وبالحمود حيث انتقل والداء بسبب الاحداث القليمة اللي اتمرت بلبنان انا زاك ثم انتقل الى فترة بقطاء جبال صح بركي مشاناك فكروك جبال يقول شربل لصوت الشعر انا جبته من استاذ روبير من استاذ روبير اكيد عامل 1500 شعر عامل كتاب صحيح نسميه موسوعة شعر العامة صحيح عن 1500 شعر وملحقهم يعني الجيل الجديد مش انه بس ادامة صح بتقول انتا طفولة دي تشبه طفولة الكثير من اطفال اللبنان في المرحلة القاسية قسم منها ايجابي وقسم اخر لا يخلو من الخوف والمجهول وتنقلت بين مدارس من الحكمة الجديدة لسانوية الاختر الصغير بترجع بالجامعة اللبنانية كلية الاداب بالفنار صحيح درست تاني مدى التاريخ والاداب العربي وشغلت بمطبعه صحيح خبرني اللي كيف فتت هو بعد مكمل هذا الشعر تبقوله في كل هالاشياء يعني كيف فتت على عدمين الزجل على الزجل ليك انا من انا وصغير عندي هاي الموغبة وبالبيت جو البيت بيحب الزجل امي منشوف وخوالي بيحبه الزجل طبعا خوالي مش شعرة يعني بس انه بيحبه وحتى عائلة باية كمان بيحبه الزجل فأنا ربيط على باية بيحب الزجل بس ما في شعرة صارت تنمى معي انا هاي الموهب صرت بالمدرسة يحس حالي انه المعالمة عم تشرح وانا عم بيكتب قصايد يعني اروح بمطرح غير مطرح للمعالمة للمعالمة ولغير المعالمة ف وصرت شوية شوية تعرف انا روح احضر حفلات وحتى كانوا يحطوا على تلفزيون لبنان حفلات قوعد احضرهم فمن هون بلشت يعني بلشت الشعلة لوقت ما اجا برنامج أوف هلا انا كنت عامل حفلة كنت عامل حفلة بدي قلتك انت بلشت قبل أوف انا بلشت تسعة عشبات لالفين اول مرة طلعت على المنظر تسعة عشبات لالفين اوكي تسعة عشبات كان في عيد مرمرون وقتها مناسبة بلشت اول حفلة انا عملتها بتسعة عشبات لالفين حلنيهوا ايفون تفضل كيف يعني كيف كيف quanto جرقت طلعت صح صح مش هيني أكيد أنا قبل هذه المناسبة كان فيه مناسبة تعزى حدا بخص والدتي أنا قلت شعر بالمأتم كان فيه متعهد حفلات حاضر فندوخ وإجا لعندي وقال لي أنت بتغني قلت له أنا لأ هاي أول مرة بقول قال لي لأ أنت بكتصير شاعر قلت لك يا عم تركني عندي مطبعة وعندي جماعتي وعندي عرفت كيف قال لي لأ بكتصير شاعر أنت بكتغني زجل إجا لعندي بعد فترة وجيب لي إعلان ومبارات وقصص وعرف كيف تسعة عشبات طيب لقيته بكلية الأداب شو درست أداب أداب عربي تاريخ وأداب عربي تاريخ وأداب عربي طيب أنت خلص معرد يعني حابب تفوت بهالوصف أنا أنا هيدا جو ممكن مش شاعر بس إنه خلص حابب للوصف العربية أنت قلت سنتين لأنه وقتها عمل الكتاب بس أنا دارس أربعة سنين أداب عربي فوق آه أوكي ايه تكمل لي بعدين إجا برنامج أوف بعدين أنا عملت مباريات كتير قبل برنامج أوف وانطلقت بس إجا برنامج أوف على الأو تيفي وحكيني أبو ربيع قال لي لازم تشترك بالبرنامج أبو ربيع يعني موصص موصص حبيب قلبي فقلت له أنا بس إنه أنا دجان طلقت يعني قال لي سمع مني وما بتخسر أنت مطرحك بهيدا البرنامج وبيعطيك شهرة وبيعطيك يعني بتعرف اشتركنا اشتركنا يعني كل الجوء اللي كنت أنا غني أنا وياهون أنا والأستاذ رامي نعيم والأستاذ ملياد ضو وشرب الأبو أنطون اسميك اسميك فاشتركنا بالبرنامج إلا جانب أكيد زملاء كتار وكانت سيزن وان يعني كان أول موسم الأوف وكان كتير أخد ضجة وكتير جاي بريتينج وكتير كذا والحمد لله الله وفقني وأخدت الدف الدهبة وطلعت مركز أول وجاءت عملت فرقة رجعت عملت فرقة أول شي بلشت مع حدا أول شي بس خلص برنامج أوف فت بفرقة فت بفرقة أنطوانس عادي جوءت المسرح غنات صيفية واحدة ورجعت أنا أسست جوءة العمر اللي هي هلأ أنا برأسها ليش أسست جوءة؟ أنه محسد مش بكير كانت أسست أنت جوءة؟ لا بس أنا حبات أعمل استقلالية لحالي وحبات أني خود أنه هايدي التجربة أنه أنا أضحش يعني شوف أنه قوتي لأنه كانت كتير وقت بالوقتة يعني لما تخرجت من برنامج أوف كانت كتير عندي شعبية واسمي وتداول وبتعرف أنت أعلى أموكز وهيك فقلت أنا لاش؟ يعني لاش؟ سفيد منه ايه فأسست هايدي الجوءة وكانت أنا برأيي شخصة يعني ساعة خير أنه لك أنا وانصرت هلأ يعني أنا أسست وعملت استقلالية لذاتي وأنا يعني شقايت طريقي بنفسي شو بتقول لك؟ بدي أحكي عن الجوءة كان بس أنه ما كان معك بالجوءة ليش عم تضحك يعني؟ لأنه في شخص ما كان معك بالجوءة ما بعرف يعني أجادك كان معي الأستاذ رامي نعيم الشاعر كمان وبوجه له طحية وأنا كدير بحبه وكان معي شاعر من سوريا من معلولة سمير هلال وكان معي الشاعر شاربل أبو أنطون للمصادفة أنه أنا وشاربل أنت أحب مع رامي؟ كتير أنجال بعدك؟ مبارل يعني نحن نحس أنه ما عنده صاحب رامي يا خيالة أنت عم تحكي سياسيا نحن الشعر متعطى شعر فلا صاحبنا رامي كعندك عليها أنت وشاربل أنا عم قل لك أنا وشاربل أبو أنطون اسميك أسسنا الجوءة صاروا تنين يروحوا وثنين يجوا تنين يروحوا وثنين يجوا وبقي سابت أنا وشاربل أبو أنطون تغير البنات جيمس بونت سابت طيب بدي أسألك شوي شو الفرق بين الزجل والشعر يعني نعرف أنه في عدة عدة أنواع من الشعر بيناتهم الزجل بيناتهم بيقولوا خيروا الكلام مقلة ودل يعني اللي بديوا يقولون بيقولون بثلاث أربعة تسطور بشو أنهم بيكتبوا بيكتبوا شعر طويل يعني بس هو اللي بيقدروا يعملوا الزجل بيقدر بس بيكون صوته مثلا ما بيساعد ليلقي الزجل أو بيكون ما عنده الكاريزمة اللي يطلع على المنبر أو بيكون ما عنده سرعة الارتجال لأنه شعر الزجل إذا ما بيرتجل يعطيك العافية فيه بعد الارتجال هلأ أكيد أنا انتبه أنا بدي أحكي عن حالي أنا أيام مثلا كتير مثلا بتكون مانشي الحفلة وعم بيحكي قصيدة مثلا نسيت سطر طب أنت عم تغني أربع ساعات ما بتنسى سطر إذا ما عندك القدرة إنك تحط سطر محله بتوقف خلص بتقول بس تنزل بينما إذا شعر ما بيرتجل وليك وأصعب شي لما تكون بعيد عنك يعني بالمقتن كله سكوت كله عم يتطلع فيك وانت تنسى وما عندك قدرة تحط سطر محله شو بتعمل شعر الزجل كتير لازم يكون متمكن من الآفية ومن الوزن ومن حاله ومن كل شي لحتى يكون شعر عن جد شعر بس شعر المحكية ما فيكن شعر زجل شعر الزجل فيكن شعر محكية يعني أنا إذا وجدت بأمسية شعرية لشعراء المحكية بحكي قصيدة يمكن بطلع أحسن منهم وإذا وجدوا هني على منبر زجل ما فيهم أعرف كيف يعني ما عندهم كالسبة مقومات صحية طيب قبل ما أكمل بدي أكمل بعد بدي أضيفوك كافي لوكس 2-in-1 3-in-1 أو كابوتشينو لا 2-in-1 2-in-1 طيب بالزجل نسمع أوقات أنه شعر بيشوفه هيدا اللي بتخينق مش بتخينق ويخده بعض صح ونسمع أوقات عم بيغنوا نعم شو الفرق بينهم تقل لك شو الفرق أول شي في حوار الزجل المتعارف عليه هو حوار بين شاعرين بياخدوا موضوع الضاد يعني مثلا الفقير والغنى شاعر بيغني للفقير وشاعر بيغني للغنى أو طويل وأصير الشاعر يعني اللي ياخد الطويل بيصير يدافع عن الطويل ويهجي الأصير وبالعكس الغنى دخلوا بالآخر شكرا كرمال هاكي يعني مثل فواكي من بعد الأكل طيعت جو طيعمل هاكي يعني نكهة حلوة على الحفلات أوكي إله كمان كذا بس كلهم منحسة نفس اللحن لا تقل لك لاش لك إلي إلي شغلة مثلا شو بلا غنى وشغلة ما غنى بس طيعتوا عن شو عم نحكي هيا الله شي مثلا جسمك توتي شامية وتأكل أوت يا ممجل غنى دي بكبوش توت أوكي هادي موشح هادي عادة هادي ما فيك بدك تغنيها إذا بتقول لا أنا عم بحكي عن الغنى التاني كيف؟ بقلب القصيد؟ لا ما بقى شو بسموه يعني تطلع بتقول شعر بس تكون عم تغنيه مش عم تقوله آه 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 هيدا الزجل هاك هو الزجل ملحن كلهم حتى المعنى حتى الإرادة حتى القصيد الإرادة آه الإرادة كله ملحن الشعر المحكي بيقول مش ملحن مثلا هادي فيك تليها إرادة مثلا تطلع هي زيتها لا هادي موشح آه إرادة إلو كلماته كمان يعني إلو شعره صحيح الإرادة إلو وزنه وإلو قفيته الموشح إلو وزنه وإلو قفيته غير الإرادة ما هو هادي ألوان الزجل لما عنا غير لشروع غير الأصيد غير الأصيد فيه نوعان فيه أصيد أصير وفيه أصيد وزن طويل دقوا أنت لما تقعدوا مثلا مع بعض بتكون مقرريني شو أي نوع بتكون بتكون الجوء متغنوا صحيح إيه دق نحن بحفلة الزجل منغني كل الألوان بس صار فيه ترتيب معين للحفلات متعارف عليه يعني مثلا رئيس الجوءة بيبلش أصيد بالإفتتاح بعدين إرادة الأربعة بيفوتوا ببعضهم إرادة بعدين من بعض الإرادة بيغنوا معنا شعرين بعدين من بعض المعنا فيه اللاب مخمص مردود بعدين خدت عبير نحن نقض نخضر صحيح بعدين فيه موشح وفيه الألوان جديدة أنا عم دخلها على الزجل هي طالعة من بيت أبوها ورمانك يا حبيبي هلأ هنم موجودين كانوا بس أنا عم بعملهم بطريقة جديدة عم جيب أغاني قديمة أعملها بأسلوب زجل طالعا من بيت أبوها مثلاً قالت لت إلي كزابي شو بعمل حظي تعتير سكر لي بي البوابي وإمينا متع بكير هيغني لفيروز جبتها أنا عملتها رمانك يا حبيبي أو طالعا من بيت أبوها أو حيالها لون أو مع الشح طب مين الشاعر اللي أنت هيك يعني كنت تسمعه وحمسك تفوت على الزجل إذا بدك أو على الشعر في حدا معي لاك فيه كتير شعر أنا بتابع كنت الكل من أنا وصغير بحب الكل وكل شاعر إلو لونه بس أنا إذا بتقلي مثلا بمين تأثرت أو مين مثالك الأعلى أو كذا أنا بيختصر الزجل كله بشاعر اسمه موسى صغير حبيب قلب هيدا رأيي الشخصي يمكن كتار يخلفون الرأي كل واحد عنده وجهة نظر وأنا عندي لا يعني عندي السبب أنه لاش موسى صغير مش غيره لأنه في يعني غيره شاعر مثلا بيكون عنده صوت ما عنده غير شي شاعر عنده المرجلة ونكهة الهضامة بس ما عنده غير شي شاعر عنده بيغني صور وعن القصص الطبيعة موسى عنده إيهم كلهم بل أون بلوس خي عنده هيبة بس يوصل بيفرض هيبة على المنبر شكل مش طبيعي صحيح عنده كاريزمة عنده صوت عنده كل شي صحيح فأنا بحسه شاعر متكامل من كل النواحي موسى صغير موجه له تحية أكيد موجه له تحية وليت أول بعمره قلنا شي لأ في عندك شي شي لأ موسى لأستاذ موسى شي لأ موسى بقول موسى بأرزتنا جزع وشلوح ومجد وكرامة ومقدرة عن صيب موسى بقلم وبدف شاف جروح وزارع براس الليل أمح الشايب ترمي الصلاة بقاب وابن والروح بصلي بعوجي بدون شك ورايب بس عزروني نجيد سري بوح ترمي الوحي والقافية والشعر بصلي بعوجي باسم موسى صغير حلو 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 حبيبي بعد فيجو مهور للزجل يعني متذكر أنا متذكر عنه أنا ابن بات كمان نعم فيه شعرة وفيه بحبه الزجل كمان وبتذكر بي يعني يروح ورا الجوئات من مطرة لحفلة صحيح وبعرف قديش عنا حتى عنا بالمنطقة فوق يعني عم تحكي حمال وبددون والوادي قديش بحبه الزجل صحيح ففيه بعد هلأ جمهور زجل أوكي الزجل انطلق من بددون وحمال لأنه شحرور الوادي انت بتعرف انه شحرور الوادي من من هالمنطقة لك الزجل اخد عصره الدهبة على ايام موسى زغيب وزغلول الدمور وهول جوقتان الكبار العمالة رجع اجا فترة ركود للزجل لأنه كان فيه الحرب اللبنانية وانشغلت العالم بالحرب وكذا بس للصراحة وللأمانة وتكون انا صادق مع نفسي برنامج اوف رجع عيش الزجل اللبناني رجع ضخ دم جديد بجسم الزجل اللبناني ومش لأني أنا يعني بس انه هدا الواقع خلينا نحكي صحيح صحيح هيدا الواقع نحن قدرنا نحن الجيل الجديد قدرنا انه نستقطب جيل جديد على حفلات الزجل يعني هلأ اذا بتروح تحضر لي حفلي أنا انا اكيد 85% من الحضور هني شباب اه والله اه حلو لانه عم نعمل قلتلك عم نعمل شي جديد لحتى شو غيرته يعني شو الفريق هلأ بين انا هلأ احضر حلقة زجل على التليفزيون للكبار قديمة وحلقة زجل للشباب الجديد اوكي شو حزب فريق تقللك شو الفريق اول شي من زمان كانوا يعملوا موضوع اللي معنا 8 ردات كل شاعر وكل ردة 15 سطر يعني السامع اوكي انا عم يحب الزجل بس يمل يعني فيه ملل نحن هلأ لا نحن عم نختصر هود القصص وعم نركز على قصة الفقرة الغزلية والفقرة اليومية اللي بترقيس اه بعدين عم ندخل قصص جديدة على الزجل على المواضيع الكذا عم نواكي بالعصر يعني ما فيك تضل بمطرح ما انت طب بعد فيه ما مشوف هلأ بقى تحديات بان اذا بدك بان كبار بالزجل قبل كنا نشوفهم يعني كنت شوف اصلا شخصان نايناتهم عندهم اسم بالزجل كانوا يتحضوا بعض هلأ صارت قليل شوي لا لا مش قليل حتى قبل كان فيه فرق فرقتان ضب بعض قواتي عاملو صحي كانوا مثلا فرقة زغلول الدمور وفرقة موسى صغير اكتر اتنين يعني هلأ انتبه برجع بقل حتى جوقة العلعة كمان هي جوقة العلعة زجوقة موسى وجوقة زغلول الدمور قبل كان فيه تلفزيون اسمه تلفزيون لبنان ينقل هالمباريات وتفكر العالم انه هول جوقتان هني هلأ مبارات وكذا نحن هلأ عيامنا فيه كتير مباريات بس نحن عم نعاني من قلة الاعلام اللي عم يواكبنا عرف كيف يعني بيقلك انه الزجل مثلا بطل يطلع مردود يعني ما بيجيب نسبة مشاهدة او هيك شي يعني او كذا فلأ نحن عم نعمل كتير مباريات وفيه شعارة كتير كبر عم نتبارز نحن وياهن يعني أنا بس تقلك شغلي انه نحن من شيء شهران عملنا مبارات كان فيها وجوءة أنتوان سعيد اللي كنت غني أنا من بعض برنامج أوف عملناها بعلاي كان فيها 1200 شخص والعالم فيه حرق فيها عن جد ناس فلت زعلاني يعني ما قدروا فاتو بعد البريك نعم فيه عندنا كتير اشياء فيه عندنا شعر لسياسيين فيه عند شعر أنا وياك فيه عندنا عندي خمس اسئلة فيه بعد موضيع مهمة يلا يلا نطلع بريك وخليكم معنا ما تروحوا ما ترفوطوا ولفو صندش على السريع ويرجعوا إذا بعد ما أكلتوا رجعنا معكم بعد البريك مع ضيف الشعر شرب الكاملة شرب الكاملة شرب الكاملة لأنصر نسائي قليل بالزجل قليل كشعر يعني أو كحضور لا كشعر إذا بدأ كحضور كمان لا كحضور لا باش أدر الشباب موجودين أكتر باش أدر الشباب بس إنه كشعر إنه مثلا بيقوف بتذكر كان فيه بنة يمكن قطعت ما بارف ما بدي أحدد يعني بس بتذكر بنت وما منشوف إنه على المنبر بنيت صحيح هلا من زمان كان فيه شاعرة اسمها أكيد أنا أقول لك أنه نحن نفكر على صوت عالي بركي مثلا لنقول جاوزة ما بيخليها بركي بركي هي بتفكر أنه الزجل خيش شو بدي بركي 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 لأنه صبغة تقوله أنه دايما شباب 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 بركي لأنه مثلا الزجل معروف بالتحدي والتحدي للرجال عم نحكي بركي بس أنه بركي حلو بسلا نشوف بنتان 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 بيتحدوا بعض صحيح طب أغاني نعم كتبت أغاني أنا كاتب كتير أغاني ملحنين مغنيون حدا لا أنا بعدني ما احتفظ فيهم لألي طب إذا كنت نقي مثلا صوت لك يغني لك مين بتحب مثلا أنت يا عيني يا عيني شو هالزوق لا أنا صوت صوت هيدا بقوله بعد فيه هيدا ما تعبداين علي لك أنا لك لأ بحب طب مين تسمع مثلا مثلا طونيك أنا بحب كتير لأنه يغني إلي طونيك ما يعمل خلقه أول خلقه في السيزن حضرته حضرته وأنا كتير بحبه وأنا كتير بحبه لطوني وبوجه له تحية إذا عم يحضرني أكيد أحلى تحية لطوني طيب بدنا نفوت شوية حركة شفيك شوية سياسة مش شوية أنا هيك يعني حد سياسة شويةك بالوضع اللي عم بصير ببنان يخيي الوضع هيو تراكم يعني يعني بصير يقولك أنه مثلا آخر عهد هو اللي نزع الدنيا أنا برأيي أنه لا هي تراكم صارت من قصة هايدي تبرير للفشل الصيرة هايدي شو بقوله الشعرة اللي كسفت زهر البعير أنا أريد أن نبرر وما أريد أن أقوله لك عهوديك بحطه حق على مش مشكلة بس أنه هايدي تراكم تراكم كان في غلط من التنسعين لهلأ مثل ما بيقوله طافت طاف الكيل حرام عن جد لكن إحنا شعب عن جد أزكى شعب بس ما بعرف ليش صار فينا هايك بك لأينا بك لأينا بك لأينا مش مش قادر يتحملنا الفلد طب عامل شي كتب شي عن الوضع كتب كتير عن جد اي قل لي شي عن الوضع عن الوضع بقول غلط دولار هالمدي أزانة والبنزين حروقنا وكوانا ومعنا أدوية بالصيدلية وبعده الفقر عم يركض ورانا يحكام الوطن قوعوا شوي سرقتوا حلمنا وسروا تغفانا الدين العام غرقنا سوية يحلوا الوضع تنعبت سماك ونيحلوا عن سماء الله وسماء سماء مئة بالمئة الله بما أنك حكيت عن دولار شفت يعني شفت شو عم بصير مثلا بلبنان مثلا رياض سلامة مطلوبة عدالة عم بيجزر قدام الكاميريات شو بتحس انت كلبناني شو بدي تكشاعر يعني بني هي انت لبناني قبل ما تكون شاعر مواطن قبل ما تكون شاعر شو كيف تنظر لهالشغل لأنه صار المطلوب بيجزر ويروح بيلقى طولة كيمكن واحد شرق ربطة خبز أو عم بعمر له شي قوضة هيك على السطح وخالف مش معناته صح بس أنه يعني أنه هول بيقدروا عليه هيدا ما بيقدروا عليه صحيح هيدا لعبة كبار يعني نحنا منحس حالنا أنه يعني نحنا بس متفرجين عن جد للأسف للأسف نحنا صرنا متفرجين مثل كأنه فيلم على شاشة سينما ونحنا عم نتفرج لفيك تغير مشهد ولفيك تغير ممثل مية بالمية طب إذا الشاعر شاربل بيقدر أكيد عنده ما بدي أقول التزال سياسي بس أكيد عنده شعور شعور أو ميول سياسية صحية لحد من الأطراف بس منشوف أنه أكتريت الشعرة يعني خلينا نقول مثلا إذا واحد عوني بيعمل بتحسه بيعمل للحكيم وبيعمل للقوات وبيعمل للمستقبل وبيعمل للحزب وإذا واحد أواجه نفس الشي بتحسه أنه إذا بيقبض مصاري بالنهاية ما بيعملوا ببليش بيقبض مصاري بيعمل الدسماش بيطلعوا من قلبه يعني بيبين بتبين الشاعر نتبه الشاعر يعني فيه يكتب للكل بس أكيد بتبين يعني بطريقة شعره أنه نصلا هيدا مميزه أكتر من فلان بس كيف بنعرف بس الشاعر نتبهما نحن كمان ما عنا مصلحة يعني تقلع بالخط العريض أنا عندي جوء فترض أنا لنقول إذا لنقول كنت أنا عاوني بيبطلوا يجيبوني بيبشر مثلا أو إذا كنت واجي بيبطلوا يجيبوك ببعبدة وبالحدد وبكذا بتبطل تغني يعني الشاعر بيأثر عليك فالشاعر لازم يكون أنه على مسافة واحدة من الجميع خصوصا إذا عنده مصلحة يعني إذا كان شاعر قاعد بالبات وبيكتب له هونيك أسطين فيه يعني البطلية هل أعرف تلاشر بترامي نعيم معك بالفرق هك بيكون واحداك 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 بيمشي الحال وان ما كان طب هت حتى نشوف قل لي شاعر للسيسي أنا بدأ أعرف من الشاعر طب أقولك أنت شموية لك بلا ما أقول أنا بدأ أخبر لي بايتي أنا بدأ أخبر لي بايتي خلي أبلش بسيد حسن سيد حسن يلا قول قول القامضة فيه وحدي بدي أصوره الآن السيد حسن نحنا بنعرف موقعه صاحب عمامي ووعدنا الصادق معه شاغل الدنيا قبل ما يحكي الخطاب وراعب عدوينه برفعة أصبعه أيوة نيحة طب السيزنة بيه بره نحن أقوله شعبنا عنا من الو تي في يلا ماشي بس أنا بدي أميزه للأستاذنا بيه بره بدي أعمل له باية عتابة أيوة يلا أعمل له باية عتابة البر ربنا مدارك حركت بري ربنا مدارك حركت الحرف مبين لفظ لو ما حركت الإمام الصدر لم أسس حركت أمل صارت منارة للشباب الله 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 تخرب لي بايته الله طيب وقاليد باك جومبلاط أوه فيه نسبة دروز منيح بيحضروا بيحبوا الزجال مش فيه نسبة هنا هنا لا يمكن من الأفتارية حتى صحي إليك ما زالنا فتنة هلأ عهد السيري هني شعراء الزجل من قديمة إلى هلأ هني موارنة موارنة ودروز وشيعة يعني قليل تتلاقي شاعر زجل سنة ليه تقلك لاش لأنه هو الزجل خلق يعني منبت الزجل بالضياع الصحيح أنه ما تلاقي مثلا مركز السنة وين ترابلوس بيروت صيدة صحيح على الساحل صحيح بينما لأن شو عرى الزجل هو الزجل خلقين نل ضياع وكذا والضياع لبنان موارنة ودروز وشيعة صحيح فتلاقي شو عرى الزجل من هاي البيئة هاي معلومة جديدة طيب وليد باك جومبلاط بقول أبو تيمور مثل السيف صاطي وبفيت كرسته التاريخ لاطي زعيم وفيقلو وهرى وشطارة وعاطي للجبل وقيمي للجبل وشوف عاطي الجبل خلقين تيبقى منارة من تومات نيحة للشواطي وبعده الدهر عن حق وجدارة بيركد عقراض يشوف يشحد مجد من الزعيم الجنبلاطي اوه انا ماشي ماشي شو ديلك ماشي بعد لها هلا مش عم بعرف يعني شو شو مو يعج كلهم عم تنضح فيهم النية شو بعد في عنا الشيخ باش شي يجمعي اوه طب بس قبل نعم كيف تحفظهم يعني أنا مثلا قوات يعني صاير عم بكتب لأنه بنسى انه بعد الكورونا بعدك عم تحفظ عادة ما أثرت عليك اول شي أنا ما أثرت علي تانشي الشاعر لما هو بيكتب بيحفظ ما انت كاتب انت شي انت كاتبه وبعدين أنا انتبه انا بألف براسي بعدين بيكتبه عجل تكون مموارت اقول لك ما هي على البراتيك على البراتيك بلك انا ليل نهار شاعر انا بنسى اسمك اللي قوات ما تتعجب اذا انتل لك جارشي اذا نسيت اسمك تكون نسيت اسمك مموارت يا مصائر انتبه انا ايام عن جد انا ما بشتغل يعني انا بس زجل ما عندك شغل تاني لا لا انا بالحياة العادية انا بس شاعر يعني اذا بيسألني مسلا شو بتشتغل شاعر انا شاعر بس لكل المناسبة ايضا بطلع مصائر منيح هلا فيه سؤال فيه سؤال عن هيدا ايضا بطلع مصائر منيح هيدا يالله مين نعمل نعمل شعر ايضا بشير يا بشير يا بشير الكنت قائدنا الحبيب وكنت اربانة وفا عشفافنا اغتالوك تصار الوطن كله كئيب استشهدت تفيك احترق سلافنا ومن وقت ما استشهدت بعيد الصليب بعد صليب الاخ فوق كتافنا الله حلو شوف عزوا خلينا نعمل لك كتما مسك هلا بتكون عزوا تنشوف هلا هلا بدأ أفضحك انا ليه لم تفضحنا لأ تنشوف هلا هلا هنا لأ اخر واحد ايه فتعرف انا انت كيف بيقولك جبرون بسي اوه اوه غلص بينت فقبنا يقول شعر بقول يا ريس التيار بالوجدان اعرفتك وفي وانسان انساني قائد بطل جبار بالميدان وعينك على لبنان سهراني باسمك في خمس حروف يا جبران رح خبرك عنهم بتحداني الجيم جرى خمرها مليان الباء بوسة عز شبعاني الراء راية نصر بالميدان الالف ارزي ومجد ملياني والنون نجمي نورت لبنان ونعمي لنا من رب رباني حروفك الخمسة للصلاة عنوان بيتصلبوا عوج موراني وكلمة تجنى عليك شي انسان خلقوا الخمسة حروف تيكونوا خمسة بعين الغاصب الله الله خلاص صوت حتها لكن يا خيال صوت طاعته شعر بالكاملة شو يقوله سياسية آآ شارب نعم هلتا نعمل انا شعر انويةك نعم بلعبة انويةك تفضل اوكي بلا هيدا 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 ما رح نعوزن هول التابليات اليوم في شعر انويةك اول شي لحظة بس خليك معي لانه محضر محضر عدة عدة الشعر الله يسترنا شو خصة محط خصة في هول عجنب وبنادورة صور بعد مش مغسلين جبنيها ضغري من سوبر ماركي انتو بنادورة بتستعملوا بنادورة جبلية مسلا او بنادورة عادي بيشي حالها اكيد جبل الزجل هو وطني وعندك دف وهيضا دف كمان جايب لي دف اي اي شو نعمل وصول اوف 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 كيف صوت خرج خرج بدي غنيلة بدي قلك ردية تج وبني ياسمية الله بدي قلك ردية تج وبني ياسمية رح تحرق ايديك بالنار لو لا بتتحركش فيها حلو كتير هايك مبلشة بغري حريق حريق رح تحرق ايدك بالنار لو لا بتتحركش فيها الدافذة انا احفظ اللي شو اسمي يلا رد تشوف رد على ابو انطور رد ان كنك نار بتعنيني متل الشمعة خليني الله احرقني حتى ضو عليك وتقشع كلمة تضويني احرقني ضو عليك وتقشع كلمة تضويني حسنة يا شرب صعب زروفك كيف لا تسل سو فك نعم يا شرب صعب زروفك علاية لتسل زروفك سوفك متتنع انه عرف نحكي لو بدو مي لك كيف ده اقولها هاي لو بضوية مية شمعة هيك هيك اللحن لو بضوية مية شمعة لو بضوية مية شمعة صدقني مش رح شوفك لو بضوية مية شمعة صدقني مش رح شوفك انا عم بقريون ومش ماشي حالي يلا لو كانوا راسك حاني الله ما بتقشعني يا جاني لو كانوا راسك حاني ما بتقشعني يا جاني بس تعلي الراس طلوع بتقشعني عالعمياني وبس تعلي الراس طلوع بتقشعني عالعمياني شاربين بعضهم بحطوا كسرتلك ايه بعضهم بحطوا خس وبندورة في قوات بحطوا بس انا يعني ما بب لا شو 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 ما قلتلك الزجل هو خلق من الضيعة من زمان قبل ما يعملوا هكي ان ديكور يعني بدان ما حطوا وريد مش لا مش الديكور لا كانوا يعايتوا للشاعر مسلا بالضيعة يقولوا له مسلا تقع عنا جلسة يجوا بس يجي شاعر او يجي شاعر تاني يقضوا اربع خمس ساعات ست ساعات طب شو بيعملوا يعني الجماعة وانت بتعرف البيت اللبناني كريم يعني بس يحضر الشاعر او الشاعرين ست البيت وصاحب البيت يفرشلوا الطاولة يحطلوا كل شي فيه بالبراد يجيبوا يحطوا قدامه ويقضوا اربع خمس ساعات يغنوا طب بدون يأكلوا يعني هاي دي رجعوا نقلوها عالمنبر عساس انه متل انه رمز لتضيعة اللبنانية وكذا بس انا يعني ولا شاعر بيضق فيهن عالمنبر يعني حاليا بس من زمان بضيك خيارة مساميك العوزك ما انت عبتغنى انت وناطر صاحبك وصاحبك عميه هلا انا ما انا ولا برسرت معه بس رحطوكم عرق او ايه 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 انا شخصيا ما بشرب عالمنبر تمام عالمنبر بس تخلاص الحفلة ناكل ومنشرب نغنى لبدا كيف نعملو اه ما هلا خلاص لكن جبنا هلا جبنا انا عالفاضي لهولي مارت جبتلي الكيلو بنادورا وخصي فالليل العشق نعمل نعمل صلطة ايه والدف ايه الدف شو قصته لاك الدف قصته قصة ايه هلا فيه ناس كتير رح تنتقدني على موقفه بس انا هيدا رأيي الشخصي انا برأيي انه الدف حاليا ما له طعمه نجد ايه بس هو بيعطي هيدا الراونة ايه باستألك لاش ما بيقول في قول بيقول متى عرف السبب بطل العجب متى تعرف شو السبب لحتى حمله الشعر الدف من زمان كان المنبر عبارة عن دربكة ودف والشعر اه اوكي تايقتوا روح للقصايد وهيك لانه الموسيقى هي غزاء الروح تايقتوا نكهة او حتى السامع ما يمل انه شعر وشعر وشعر كذا فدخلوا الدربكة ومسكوا الشعر اطفوف لحتى يصير فيه هالنتفت الروحية بالمنبر استمرت فترة لحين ما اجا العملاء موسى زغايب عمل نقلة نوعية دخل القرنيطة والاورك شو القرنيطة القرنيطة اللي بيدقوا عليها فلوت يعني مثل الفلوت بس بيقول لقرنيطة والاورك بس موسى لما دخل القرنيطة والاورك حافظ على الدف بس انه شو قلو يعني شو قلو خلاص صار فيه صار فيه عندك لحن مية بالمية يعني قبل كانوا يحملوا الشعر تفوف كرمال بس يعني يخلص الرد بين ليملش الشاعر التاني حتى ما يكون فيه سكوت يكون فيه ملل يدق الشاعر على الدف مع الدربكة يعطوا شوية تروحية للمنبر ما هلأ فيه أورك ما هلأ بيعمل لك الأورك سحبي ربع ساعة عن جد عم بحكيك جد لأمشي للمزح هلأ كان حفلتكم في أورك خلاص صار ستاندرد يعني صحيح مع الأستاذ إيميل الكفوري أنا كان يدق مع الأستاذ موسى بجوءة القلعة فانه يعني أنا برأيي انه مش بحاجة للتفوف بس لرمزية ترمزيشن بركة تاب والأشخاص اللي بيوقفوا بصيروا يقول عيدوا من وراءكم هل بيجوا مع الجوءة أقول كل ضائعة بيكون فيه عالم لا هني كرال مع الجوءة هني كرال مع الجوءة هلأ أنا مساق بأنه الكرال هني خوالي أه جل أخوالي يعني أنا تربيت على الزجل من وراء حيزا غلبة ما فيك تقول له شيء العوزة برافو برافو تيد جنب طيب ما تقول لشعب للبنان قلنا للسياسية قلنا للوضع نعم قلنا للكبير موسى صغير وعيدنا كمان بشعب شعب للبنان يلا بقول مرة سألني شاب إسباني من وين يا شاب المرجلاني اتحكت وقلت تتعرف العنوان رح خبرك سجل عن لساني شاعر أنا من بلاد ما بتنهان فيها الكرامة وعز شبعانة بشمالنا في أرزنا العليان تموت مهما كان أم الشراي عملها التاني لك هاي دي بلادي مقلع الأديان فيها التقو مسلم ونصراني عليت صوتي وقلت يا إنسان أكبر شرف إني ابن لبنان ودمل بجسمي دم لبنان لبناني مية والمية الله شاب المسلم تعامل شعر بتهاجم حدا أنه هلأ أسمعتك أنا حكيت عن السيد حسن والسيد نبي بري ومع سحفظة الأب بهجم يعني سياسيين أصلا لا ولا مرة عملتها ولا مرة حتى بأعدات هيك خاصة لا ولا مرة عملتها ولا يعني طب غير سياسيين كيف يعني إنه مثلا ما أعرف شو ما أعرف أنا إنسان إذا أنت مع الحكمة مثلا هجم الرياضة على هكذا شيء على بعض المطل يعني شو هيك غير غير رفقيتك أكيد رفقيتك تعمل أنا ولا مرة صارت معي بس إنه ما بيمنع إنه أعملها يعني شو بيأسر ما بيمنع إذا عندك رأي إنه إذا أنت مثلا مع الحكمة وربحة الحكمة مثلا نطعم الشيء وقد تغيز الرياضة أو شو ما بيأسر طب عندي خمس أسئلة تفضل أحجي أقف حدك حياتهم 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 منعح 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 بس راح جوابني عليهم صراحة أنا هيك يلا هيتنا نشوف ما بقى تبلش بأول سؤال مين الأشهر من الشعرة من جيل الشباب الأشهر حبيب أبو أنطون لا لأنه بيطلع على التلفزيونات كتير وصدينا يعني أكيد وجلت الحية أنا لحبيب كان ضيفة أكيد هدرت الحلقة طب لا أنت مأثر من هالناحية أنا مأثر والتلفزيونات كمان شوية مأسرة هو عرف عرف كيف يخلي التلفزيونات يحبوا يعني يحبوا يجيبوا لعندهم يعطي الشعر لهيدا هي كمان رفقته صحته مع واقل كفوري كمان هي اللي ساعدته تحت ينشير وحفلات بدادون كمان وصالع ببرامج كمان على التلفزيون بالأو تيفي وكذا برنامج صحيح طيب ما عندك مشكلة تقول أكيد لا أنا ما عندي مشكلة أنا أشهر ما قلت أحسن أو هيدا بالنهاية مع أنا سألتك أشهر لأن كل واحد بشوفها من لاحية قلت اللي أشهر كنت غير جواب طيب إذا بترجع لبداياتك نعم شو فيه شغلة واحدة بتغيرها شغلة واحدة اي بتغيرها بمسيرتك الشعرية ما بغير شي ولا شي ولا شي أولا ترجع بتشترك بيقوف بترجع هلا هلا أنا مش مشهور اي وبعتبر من من الصفوف الأولة هلا إذا صار فيه برنامج أوف برجع بشترك عجل طيب ليه لأنه ما بتحسن أنه رحت يعني بالفن صحيح تعتبروها أنه عم ترجع أنت بدي نقيموك كيف حسن منه نقوات يعني الفن غير الزجل الزجل هلا عم قل لك تعال نرجع نضخ حتى نرجع من أول الزجل بدنا نرجع نشق له عارف كيف ونشوفي إذا رجعت اشتركت أنا وحبيب ورامي وميلاد وكلنا أوكي طيب شعر إذا فيك ترجع على الحياة تعمل معه هيك مبارزة شعرية مين خليل روكوز خليل روكوز شو خليل روكوز يعني أين بيقمض الشعر على حفلة الزجل الشعر أو الجوءة طيب الجوءة لأنه بركي حليا أوأة على الف وخمسة حليا حليا أنا بديك تعملي حفلة عندي بتضيعة الفين وخمسة الفين الفين وخمسة الفين وخمسة بتكونوا أربعة واثنين بيغنوا وقربش وما بيطلع لك شي يعني بالحفلة طيب شو طيب شو إذا بتغلي ما حدا بيجيبك اي يعني لك عملك حفلتان ثلاثة بالشهر طيب يمشي حالك خيئة بس نحنا بالصيفية حمد لله سنتا ماشي حالك ولا انتا ماشي عايش مننا مش بس هيك أنا كمان بروح أعراس أول إربانات بأي يار أول إربانات آه والله بيجيبوا شو عارو هاي أكيد طيب هلأ بنحكيك عندي أول إربان ابني أنا السنة يلا بس ما تغلي علي أولا لو ما كنت شاعر شو كنت راح تكون أستاذ أدب عربي آه شاد تحس حالك إنه أكيد إنه هايك أستاذ أنت و أستاذ أدب عربي قاصص ومتقاصص وإن؟ لا ما بقاصص حدا شاعر بيجيبوا بدي أتشكر حبيب قلبي كانت حلقة كتير حلوة إسلام وشعرك كتير حلو في إلك هدية من كافي لكسبب وإنك كمان حبات للقهوة كنت عم تخبرني بيجيب لك زو بيجيب لك هدية وينعود عليك وأنا كمان جايب لك هدية أيوا دف بس لا مش دف جايب لك كتابي وكتب لك جوة بيجيب لك يا شربل عن بكبر فيك وبعتبرك أغلى حبابي بهديك كتابي وبهديك قلبي بصفحات كتابي الله مرسي مرسي بدي أتشكلك مرة تانية بدي أتمنى لك يا رب بسنة خير بدي أتمنى للجميع كمان كما قلت لكم بأول حلقة جاي نوال لكل الأرمن واللي عم بعيده الميلاد والغطاس 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 ايه والغطاس دايق دايق يا رب وينعاد عليكم جميعا خلصنا عياد يلا جمعة الجي أسبوع الجي في حدا بديه جيلة رحية أبو عبدالله بالسعودية اللي ما بقى طول جمعة الجي اللي انت عم تتوجه فيه نحنا ومنحضرك بالسعودية نفكر نهار الجمعة اللي قوله أسبوع الجي أسبوع الجي أسبوع الجي ضايفتين ممثلة ممثلة غير شكل يمكن أول ممثلة بالبرنامج وكلكم بتحبوها ضايفتين ممثلة اللي اللي يعمل نمرك حق اقدروني ترجمة نانسي قنقر